رحيم نستكمل فصل الكهرومغناطيسية هذا هو الدرس الثاني المجالات الكهربائية والمغناطيسية في الفضاء كلنا نعرف ان الموجات الكهرومغناطيسية يعني موجودة حولنا ونعتمد عليها بشكل يومي فهي موجودة في الجوال موجودة في افران الميكرويف موجودة في مصابيح الضوء اللي احنا نستخدمها يصلنا من الشمس اللي هو ضوء الشمس تصلنا اشعاعات اخرى من الشمس ايضا الاشعاع فوق البنفسجية واشعاعات القامالية والاكس راي الذي يعني ينعكس بعضها في الغلاف الجوي يعني كل هذه الاشياء هي موجات كهرومغناطيسية قد تنتج طبيعيا وقد يستفيد من الانسان فينتج موجات كهرومغناطيسية تفيدها مثل الموجات الكهرومغناطيسية اللي تبثها الاقمار الاصطناعية تبثها محطات التلفزيون موجات التلفزيون هي موجات كهرومغناطيسية ايضا موجات الراديو هي موجات كهرومغناطيسية وتستطيع محطة الراديو انها تبث هذه الموجات فالموجات الكهرومغناطيسية موجودة طبيعيا مثل الضو والضو هو جزء صغير من هذه الموجات الكهرومغناطيسية والموجات الأخرى الغير مرئية الأشعة الكونية، أشعة قاما، أشعة إكسل، أشعة فوقها بنفسجية أشعة الإنفراريد تحت الحمراء أيضا نستخدمها في أجهزة التلفاز في الريموت كنترول أشعة تحت حمراء وهكذا إذن الإشعاعات الكهرومغناطيسية حولنا وموجودة ونستخدمها بشكل يومي لذلك بنحاول نتعرف على الموجات الكهرومغناطيسية الموجات الكهرومغناطيسية هي تتعلق بالمجال الكهربائي والمغناطيسي فالموجات الكهرومغناطيسية ما هي وما هو مفهومها وكيف تعمل يعني بنتكلم تاريخيا عن الموجات الكهرومغناطيسية بداية كانت خلال القرن التاسع عشر لما اكتشف أورستيد عام 1821 ميلادي أورستيد العالم أورستيد يعني بإجراء تجارب يعني أورستيد كان يجري تجارب عرض تجارب أمام طلابه فوجد أنه إبرت البؤصلة تنحرف عند اقترابها من سلك يسري فيه تيار طبعا البؤصلة أورستيد يعرف أنها مغناطيس وعندما قربها من سلك يسري فيه تيار بالصدفة يعني انحرفت هذه البوصلة يعني استنتج أنه المجال أنه التيار الكهربائي ينتج مجال مغناطيسي يعني فيه مجال مغناطيسي حول التيار اللي مر في السلك فاستنتاج أورستيد كان يوجد التيار المار في سلك ينتج مجال مغناطيسي من هنا كانت البداية بعدها 11 سنة يعني تقريبا عام 1832 اكتشف العالمان العالم فاردي وأيضا العالم هنري جوزيف هنري كل على حدة اكتشف الحث الكهربائي الحث الكهربائي مغناطيسي الحث الكهربائي مغناطيسي يعني انه مجال مغناطيسي ينتج تيارا كهربائي فالحث الكهربائي مغناطيسي هو المجال المغناطيسي المتغير إذن المجال المغناطيسي المتغير ينتج تيارا مجالا كهربائيا إذن هذا هو اكتشاف مايكل فاردياي وجوزيف هنري في عام 1932 يعني بعد 11 سنة من توصل أورستيد إلى هذه النتيجة يعني انه التيار المارفيسي ينتج مجالا مغناطيسي والجدير بالذكر هنا انه المجالات المغناطيسية المتغيرة تولد تيارات مجالات كهربائية متغيرة مماثلة يعني حتى لو لم يوجد أسلاك يعني حتى لو كانت في الفضاء فهذه نتيجة مهمة يعني وصل إليها فيما بعد أنه المجالات المغناطيسية المتغيرة تنتج مجال كهربائي أيضا مماثل متغير حتى لو لم حتى لو لم توجد أسلاك يعني لو كانت هذه الموجة منتقلة في الفضاء هذا المجال منتقل في الفضاء فإنه ينتج مجال كهربائي متغير ويكون شكل المجالات الكهربائية حول المجال المغناطيسي يعني لو كان عندي مجال مغناطيسي بهذا الشكل في الفضاء يتحرك في الفضاء بدون أسلاك ونحن نعرف في السابق أن المجال الكهربائي ينتج من الشحنات يعني من الأجسام المشحونة فلو افترضت أن هذا عندي هو المجال المغناطيسي فإنه يتكون حوله مجال كهربائي ومغلق يعني بهذا الشكل على شكل دوائر لأنه لا يوجد نقاط محددة يبدأ منها المجال الكهربائي وينتهي فيها إذن هذا هو المجال الكهربائي ويكون المجال الكهربائي على شكل دوائر حول المجال المغناطيسي والسبب بوجود الدوائر هنا أنه لا يوجد شحنات عند النقاط التي تبدأ منها خطوط المجال أو تنتهي فيها إذن نقدر نقول أن المجال الكهربائي الذي ينتقل في الفضاء يكون حلقات مغلقة حول المجال المغناطيسي والسبب هنا بسبب إنه لا يوجد شحنات كهربائية عند النقاط التي تبدأ التي أو يبدأ منها المجال الكهربائي أو ينتهي فيها إذن المسؤول عن إنشاء هذه المجالات الكهربائية هو المجال المغناطيسي والعكس صحيح يعني نشوفه في السابق إذن هنا هذه المجالات هي عكس المجال الكهربائي الاستاتيكي يعني الناتج عن شحنات كهربائية هنا في الفضاء لا يوجد أي شحنات فقط مجال المغناطيسي متغير ينشئ مجالات كهربائية ويكون شكلها بهذا الشكل في عام 1860 ميلادية يعني بعدها بعد تقريبا 30 سنة وأقل من اكتشاف الحد الكهرباء المغناطيسي افترض العالم الشهير جيمس ماكسويل جيمس ماكسويل وجيمس ماكسويل مشهور في معادلاته في الكهرباء المغناطيسي المعادلات الشهيرة الأربعة فجيمس ماكسويل افترض أنه نستطيع عكس الحث الكهرباء المغناطيسي يعني اكتشف عكس الحث الكهرباء المغناطيسي إذن اكتشاف اكتشاف مايكل فاردايو جيزيف هنري أنه المجالات المغناطيسية المتغيرة تنتج مجالات كهربائية جيمس ماكسويل قال بما أنه المجال المغناطيسي ينتج مجال كهربائي متغير طبعا هنا متغير أيضا فقال أيضا المجال الكهربائي المتغير ينتج مجالا مغناطيسيا متغيرا وهذا هو افتراض ماكسول الذي اثبت صحته اذا المجال الكهربائي المتغير ينتج مجالا مغناطيسيا متغير اذا هذا الاكتشاف ادى فيما بعد الى حدوث ثورة في عالم الاتصالات فالاثنين كلهم متماثلين بما انه في مجال مغناطيسي متغير ينتج مجالا كهربائي متغير اذا المجال الكهربائي متغير ايضا حينتج مجال مغناطيسي وهكذا فكانت فكرة سائدة في السابق ان الضو يصلنا وينتقل عبر وسط الاثير لانه كانوا يعتقدون ان الموجات لازم لها وسط تنتقل فيه يعني قياسا على الموجات الميكانيكية لكن في هذه الاكتشافات بعدين يعني اكتشف انه الاثير لا وجود له وانه الموجات الكهرومغناطيسية تتحرك بناء على انتاج هذه المجالات المغناطيسية والكهربائي فبما ان هذه العملية صحيحة فنقدر نقول انه لو كان عندي مجال كهربائي ايضا مجال كهربائي فانه المجالات المغناطيسية ايضا هتكون يعني على شكل حلقات حول المجال الكهربائي فتصير عندي هذا المجال الكهربائي بهذا الشكل يعني تنتج عندي حلقات وهكذا اذا مجال كهربائي حول مجالات مغناطيسية حلقية بهذا الشكل هذا هو في الفضاء يعني بدون وجود اسلاك وبدون وجود شحنات كهربائي اذا من اقتراحات ماكسول انه ليس ضروري وجود الشحنات الكهربائية لانتاج المجالات الكهربائية ليس ضروريا وجود شحنات كهربائية لانتاج المجالات الكهربائية في الفضاء اذا في طريقتين لانتاج المجالات الكهربائية حسب اقتراح ماكسول اذا ينتج تنتج المجالات الكهربائية اما عن طريق عن طريق شحنات شحنات متسارعة فالشحنات المتسارعة تنتج لمجال كهربائي او عن طريق المجال المغناطيسي المتغير اذا نستطيع انتاج هذه المجالات الكهربائية اما عن طريق تسريع شحنات موجبة او سالبة او عن طريق المجالات المغناطيسية المتغير اذا الموجات الكهربائية هي عبارة عن مجالين مغناطيسي وكهربائية انتشران معا في الفضاء اذا نقدر نقول ان الموجات الكهربائية مغناطيسية هي مجالات كهربائية متغيرة ومجالات مغناطيسية ايضا متغيرة تنتشر في الفضاء اذا لا تحتاج الى وسط لانتقالها فقط ان احد المجالات ينتج المجال الاخر وضروري هنا ان يكون هذا المجال متغير يعني يتغير اتجاهها ومقدارها مع الزمن ويكون شكل الموجات الكهربائية المغناطيسية بمجالاتها المنتشرة في الفضاء يعني لو اعتبرت انه هذا هو مسار الموجة فيصير عندي فيكون عندي المجال الكهربائي يعني مجال كهربائي بهذا الشكل ويكون اتجاهها فرضا بهذا الاتجاه يعني يتحرك كذا هذا المجال الكهربائي وايضا مجال كهربائي هنا حينعكس اتجاهها طبعا هنا قيمتها تبدأ يعني من قيمة عرمة الى الصفر بعدين يتغير الاتجاه في الاتجاه السالب فينشأ عنهم طبعا هذا متغير المقدار والاتجاه يتغير اتجاه هنا فينشأ عنهم مجال مغناطيسي يعني بهذا الشكل هذا هو المجال المغناطيسي الناشئ ويكون هنا مثلا ايضا مجال مغناطيسي طبعا هنا في موجة ايضا مجال كهربائي وهكذا وحيكون الاتجاه هذا مخالف لهذا الاتجاه لانه ايضا المجال المغناطيسي متغير الاتجاه والمقدار ممكن يكون عندي هنا ايضا موجة كهربائية او مجال كهربائي وحينعكس الاتجاه الان يرجع بشكلها الاول كل مرة يعكس الاتجاه فايسر عندي المجال المغناطيسي ايضا هنا وحيكون اتجاه عكس الاول هنا وهكذا يستمر المجالات او الموجة المغناطيسية بانتاج مجال كهربائي متغير بسبب المجال المغناطيسي المتغير ومجال المغناطيسي المتغير بسبب المجال الكهربائي المتغير وهكذا تستمر وتنتقل الموجة بسرعة الضوء الى الابد هذا الكلام أثبت صحة العالم هيرتز هنريش هيرتز عام 1887 يعني عام 1887 تقريباً ميلادية استطاع العالم هنريش هيرتز هيرتز وهيرتز هنا هو الذي أطلق على وحدة قياس التردد اسمه فالتردد نقيسة بوحدة الهيرتز وهو واحد على ثانية تخليداً لذكرى العالم هيرتز ففي هذا العام استطاع هيرتز أنه يثبت هذا الكلام علمياً إذن أثبت إنتاج الموجات أو أثبت أن المجالات المغناطيسية المتغيرة تنتج مجالات كهربائية متغيرة أيضاً وحتى أنتقل بهذا الشكل وأثبت صحة وجود الموجات الكهرومغناطيسية عملياً طبعاً فأنتج أول موجة مغناطيسية استطاع كهرومغناطيسية يعني استطاع أنه يبثها من مكان ويستقبلها في مكان آخر وكل هذا الكلام نتج عن نظرية ماكسول إذن نظرية ماكسول أعطى التصور إذن بعد هذا الإثبات فنقول أنه نظرية ماكسول في الكهرومغناطيسية وقلنا أنه أربع معادلات استنتج منها سرعة الموجات الكهرومغناطيسية وأنها سرعة الضو ويرتباط المجالات الكهربائية مع المجالات المغناطيسية وأيضاً مع التيارات فهو جمع أربع معادلات كونها بطريقة رياضية تفسر ما يحدث في المجالات الكهربائية والمغناطيسية إذن أعطت تصور نظرية ماكسول أعطت تصور عن الكهرباء والمغناطيسية إذن تصور كامل عن الكهرباء والمغناطيسية واستطاع أنهم يربطون الكهرباء في المغناطيسية فدائماً الكهرباء مصاحبة مغناطيس والمغناطيس مصاحبة كهرباء إذن عن الكهرباء والمغناطيسية إذن كل هذا التصور يعني بعدما أخذنا هذا التصور عن الموجات الكهرومغناطيسية بنحاول نأخذ بعض الخصائص لهذه الموجات الموجات الكهرومغناطيسية هي عبارة عن موجة لها تردد ولها طول موجي الطول الموجي هي المسافة بين قمتين أو قاعين متتاليين يعني المسافة هذه أو المسافة هذه وأيضا لها تردد وهو عدد الأطوال الموجية في الثانية الواحدة يعني دائما وهي أنواع تختلف بالتردد والطول الموجي لكن سرعتها ثابتة فلو ضربت الطول الموجي بهذه الموجة المغناطيسية في ترددها اللي هو F دائما نحصل على مقدار ثابت هذا المقدار الثابت هو سرعة هذه الموجات ويساوي سرعة الظو إذن هذه سرعة الموجات الكهرومغناطيسية والظو واحد منها من الموجات الكهرومغناطيسية هنا هذا هو الطول الموجي للموجة وهذا هو التردد إذن اللي يميز موجة كهرومغناطيسية عن الأخرى هو طولها الموجي فيتغير التردد إذا تغير الطول الموجي تغير معها التردد لكي دائما تكون سرعتها سرعة ثابتة والC هنا هي سرعة الضو وتساوي تقريبا ثلاثة في عشرة أس ثمانية متر لكل ثانية يعني تقريبا ثلاثمائة ألف كيلو متر في الثانية الوحدة وهي سرعة الموجة الكهرومغناطيسية والضو والضو هو واحد من هذه الموجات إذن هي سرعة الضو اللي هو واحد من الموجات الكهرومغناطيسية فتحرك الموجات الكهرومغناطيسية بهذا المقدار إذن هذه معادلة مهمة جدا في الموجات الكهرومغناطيسية لأن سرعتها دائما معلومة فإذا عرفنا التردد عرفنا الطول الموجي والعكس الصحيح طبعا الطول الموجي هنا بيقاس بالمتر الطول الموجي يقاس بالمتر والتردد يقاس واحد على ثانية أو نسميه هيرتس يعني نسبة للعالم هنريش هيرتس وهو عدد الترددات يعني عدد الأطوال الموجية في الثانية الواحدة كم طول موجي تصنع هذه الموجة في الثانية الواحدة هذا هو التردد إذن من هنا كل ما زاد الطول بما أن هذا ثابت للموجة الكهرومغناطيسية فكل ما زاد الطول الموجي قل التردد والعكس صحيح كل ما قل الطول الموجي يعني عدد الأطوال الموجية قلت معناته التردد يعني كل ما كان الطول الموجي قصير كل ما كان التردد عالي وهكذا بالنسبة للموجات فالتردد مرتبط في الطاقة فكل ما زاد التردد زاد الطاقة الموجة الكهرومغناطيسية فلذلك أشعة X وأشعة G طاقتها عالية جدا بسبب أنه ترددها عالي جدا فلذلك موجاتها قصيرة جدا بينما الضوء ترددها يعني إلى حد ما نسبيا أقل من الموجات الموجات X وغيرها فلذلك طول هالموجي حيكون طويل نسبيا يعني تكون طاقتها قليلة وهكذا إذا يعني تحولنا إلى الموجات تحت الحمراء فأيضا تردداتها قليلة وكل ما نزلنا موجات الراديو أيضا تردداتها أقل معناة طولها الموجي أطول وهكذا وكل ما صعدنا إلى أعلى كل ما عدينا اللون البنفسجي ودخلنا في الموجة يعني في الموجات الفوق بنفسجية والإكس ري والقاما ري كل ما زاد عندي التردد معناة زادت الطاقة معناة قصر الطول الموجي هذا كل شي بالنسبة للموجات الكارومغناطيسية باختصار يعني اختصار تاريخي لها وإن شاء الله نكمل بقية الدرس بالتالي ترجمة نانسي قنقر